النهاردة كان فيه إيجابيات كويسة جداً شراسة قوية جداً الإيجابيات دي اللي هجيلك فيها كابتن نيوسف الشوت الأول تحديداً بعد 30 ديه ظهرت على الشاشة إحصائيات المباراة وظهر رقم عظيم جد 82% نسبة استحواز الآية 18% نسبة الاستحواز ده أصلاً نادر الوجود في الكورة يعني هذا الفارق الكبير كريم النهاردة والأول ربع ساعة بغاية ما الساعة جاية 16 ديه وكسور كورة ما كانتش راحت لمصطفى شبير ما راحتش حرفياً ما راحتش مصطفى شبير فمعنى كده أن انت نزلت خط المبادرة منهم ضغط عليهم على طول حتى لما الكورة كبتطلع كبتطلع لسامبو سامبو الواحده مع ياسر إبراهيم ومحمد عبناء وبيقدروا سيطروا عليها وتتحط تاني والتسعة أو التمانية بمعنى أصح اللي هم الأربعة بتوعه وسط الملعب والخمسة اللي قدامهم تسعة كلهم تحت الكورة يمكن في آخر 30 متر صح الأهلي النهاردة تتحدثت عن فكرة أنه الدفاع بتاع الوداد النهاردة ما كانش جاية حتى الحارس حارس المرم طايع النهاردة ما كانش في أفضل أحواله بس تتكلم على الدفاع الوداد اللي هو أقوى دفاع في البطولة بتتكلم على الحارس المطايع اللي هو بيتقال عليه للوقت أنه هيتضم للمنتخب المغربي في المعاصر يعمل مستوى رائع جداً مع الوداد فكونين الدفاع النهاردة بتاع الوداد يظهر بالشكل ده وجونين الحارس يظهر بالشكل ده ده برضو تفوق من الأهلي والجهاز الفني واللعابين طبعاً لأن انت لو رجعت للبطولة هتلاقي لما تعمل إحصائيات للبطولة هتلاقي أنه أقوى خط هجوم هو خط هجوم النادي الأهلي ما بعد صندوون شفر هدفين صحيح فالنهاردة انت بتتعامل مع صندوونز خرج فانت بتعامل مع الأقوى تفاع دلوقتي قدام أقوى هجوم صحيح النهاردة بأمانة لا الشوط الأول كان هجوم النادي الأهلي باكتساح يمكن أحرز هدف وكهرباء أضاع كرطين يعني كان لازم يحدى يجيبها خصوصاً لها الانفراد اللي كان ببطن رجل كان لازم يحطها لكن قدر يحرز هدف الثاني اللي تعملوا من حسين الشحات كرة جميلة جداً برضو تعملت من حسين الشحات لكن احنا الشوط الأول قضعنا فرصتين ثلاثة كنا ممكن يعني نحرز بينهم على الأقل هدف كمان بس أنا هقولك على حاجة برضو النهاردة سوء حالة الدفاع بتاع الوداد جاي من تفوق الناحية الهجومية بيرستاو النهاردة رائع رائع حسين الشحات هايل رائع كرة اللي عمل هالو يعني حسين النهاردة عمل أسست واحدة لبيرستاو وواحدة لكهرباء فأنا بقول إن هجوم النادي الأهلي النهاردة الشوط الأول بالتحديد كان مميز جداً جداً جداً